فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية كل ما خالف ما جاء به الرسل فهو جاهلية ليس هذا خاصا بمخالفة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فاليهود كانوا في جاهلية مع أنهم يهود ينتسبون إلى دين موسى عليه السلام لكن ليسوا على دينه الحق وإنما هم على دينه المحرف والمبدل والمغير والنصارى كذلك وأشد لأنهم كانوا يقولون المسيح ابن الله الله ثالث ثلاثة المسيح إن الله هو المسيح ابن مريم ما أنهم هالكتاب هل هذا في الكتاب لا هذا مما أحدثوه وغيروا به دين المسيح فلم يبقى دين المسيح الذي ينتسبون إليه وإنما بقي الإسم فقط فهم في جاهلية هم جاهليون وإن كانوا يهودا أو نصارى نصارى